هل بإمكان الغارات الجوية الإسرائيلية أن تحسم حرب الشوارع باعتقادك؟ لا رانا يعني أولا معروفة قاعدة عسكرية معروفة أن القصف الجوي لا يحسن معركة يعني كل حروب لو عدنا بأثر رجعي إلى كل الحروب لم تستطع القوة الجوية والضربات الجوية لهذه الدولة أن تحسم معركة لا بد أن تحتاج إلى قوات عسكرية قوات مشات قوات قتالية تنزل على الأرض وتفرض قوتها وسطوتها وسيطرتها على الأرض بدليل أن الولايات المتحدة حينما قامت باحتلال عراق مطلع 2003 نفذت ضربات جوية من البحر يعني صواريخ توما هوك وطائرات F-22 وF-16 وطائرات الهارير والتورنيدو بكافة أنواع الأسلحة الجوية لكن هي لم تحسمها ما لم تقم بإنزال قوات لها قوات مارينز وقوات مشات بريع وقتالية على الأرض لذلك الضربات قد تضعف وقد تؤدي إلى يعني وقوع خسائر كثيرة سواء كان عن طريق القصف العشوائي أو عن طريق القصف المستهدف والمرظم قبل القصف المختار المصطفى بطريقة انتقائية لذلك أعتقد هم سيلجؤون إلى عمليات قصف وقصف بطائرات الدرون وهذه تخص الضربات الشخصية يعني بقصف أشخاص معينين وقيادات معينة وقصف بطائرات F-16 وبعد ذلك أعتقد أن قوات لهم مدرعات ويعني كما حدث اليوم هناك قوات صنف المدرعات وصنف الدبابات بات وشيكا باقتحام غزة ومناطق أخرى أيضا من فلسطين وطبعا هم حتى مع هذا التمركز الذي سيقومون به سيؤدون إلى هلع المواطن المدني الذي لا حول له ولا قوة وبعد ذلك يلجأون إلى عملية إخافة وبط الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين ومن جهة أخرى بمعادلة طردية كلما فعلوا ذلك كلما قامت فصائل المقاومة الفلسطينية بمزيد من العمليات النوعية لأن دائما حرب الشوارع وحرب المدن وحرب الأصابات هي حرب تبتقر إلى قواعد الاشتباك وبالتالي لا يمكن والحال هذه السيطرة عليها ومجابهتها من قبل الجيوش النظامية اشتركوا في القناة